اشتركوا في القناة رغم الأزمات الكتيرة جدا واللي هنعرفها بالتفصيل لما نبدأ الحلقة معها إلا أنها من كل أزمة وكل مشكلة بتطلع محققة انتصار جديد سواء على المستوى الوظيفي اللي وصلت فيه لأعلى الدرجات أو على المستوى العلمي اللي حصلت برضو فيه على الدكتوراه وفي مجال العلوم السياسية هنتعرف على الأسرة بالتفصيل على الأم البطلة والابن البطل أيضا بس اسمحونا أن احنا نقدم لكم الأول تقرير عن الأسرة وبعدها على طول نبدأ اللقاء أسرتنا اليوم هي أسرة متفردة بكل ما في الكلمة من معني أسرة عمادها منتوى تحطيم حاجز المستحيل وتعتبر عبور التحديات مجرد حادثة عادية بطلة حلقتنا اليوم هي الدكتورة نوزاة شامخ ربة منزل عاملة بأحدى الشركات الحكومية تتعرد لحادثة بشعة أثناء ممارسة عملها وتخرج منها وقد فقدت زراعها الأيمن لتكون تلك هي أولى أزماتها تتعرد لمحنة الطلاق فتقرر لانفصال المتحضر عن زوجها وتختار أن تربي ابنهما الوحيد لتكون له أما وأبا في الوقت نفسه تتحدى نفسها بعد الحادثة المؤسفة وتقرر متابعة الدراسة لتحصل على الدكتورة في العلوم السياسية وبنجاح باهر لتغير مجال عملها وتتحول لأستاذة جامعية لامعة يشار إليها بالبنى ومع كل تلك النجاحات تربي لمجتمعنا بطلا هو ابنها الوحيد أحمد لاعب في رياضة التكجيف شخصية شديدة التفاؤل بالغة الزكاء أحلامها بلا نهاية إنها الدكتورة نوزات شامر أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية زي ما قلت لكم في البداية إن بطلتنا النهاردة هي سيدة أم ربك لوحدها ورغم كده ما اكتفتش ورغم الظروف الاستثنائية اللي هي بتمر بيها إلا إنها ما اكتفتش بدورها كأم ولكن حصلت على أعلى الدرجات العلمية وأيضا الكوادر الوظيفية البطل اللي معنا النهاردة اللي حنقترب منها أكتر ونتعرف على كل التفاصيل والمشاكل والإنجازات والانتصارات كل ده مع بعض من خلال حلقاتنا النهاردة هي الدكتورة نوزات شامر أهلا بيكي أهلا يا فاندم أهلا وسهلا أم وقدمت لنا بطل رياضي أحمد معنا النهاردة أهلا بيكي أحمد دوري تقدم نفسك أنت أكتر حاضر يعني أنا في أولى جامعة في كلية التربية الرئيضية وبلعب تجديف لا بس بدأت الأول يعني كنت بلعب سباحة عادت فترة في سباحة سبع سنين بعد كده بعد سباحة لعبت وتر بولو كرة مية بعدين عادت فترة في التجديف بقى لي هو خمس سنين واربع سنين تقريبا يعني وبالعب في هذه الشرطة وعارفة أن حلمك أن أنت تبقى في المنتخب كمان آه آه يعني إن شاء الله ربنا يساهم أرجع لماما مرة تانية أنا لسه مقدمتش حاجة الدكتورة نوزاد أنا صحيحة قلت أن معانا بطلة معانا سيدة وأم هي عائل الأسرة هي اللي ربت مش معرفة أن أنت اكتفيت بدورك كأم مع أن ديرسالة الوحدة عظيمة وكبير دي أنت زي ما قلت حصلت على درجات علمية دكتورة علوم سياسية بالضبط والعديد من الشهادات التانية اللي أنا ما أقدرش أن أنا أقولها حسيبك أنت تقوليها تفضل يعني أنا بدأت من شاءات دراستي في مدارس رهبات أجنبية جدير بذلك أنا زمان يعني سنة واحدة ثمانين لما راحل أنور سادت عمل إدفاقية كام ديفيد الحقيقة حصلت على الصف الثاني السنوي من مدرسة تورنر هاي سكول في مدينة بالعاية ولاية ويسكنسون بالستيتس بالعاية المتحدة الأمريكية سنة واحدة ثمانين جيت خلصت الهاي سكول الخاصة بي بنفس مدارس الرهبات والتحكت بكلية تجارة جامعة عين شمس وأنا دفعت سبعة وتمانين الحقيقة بعد كده حصلت على دبلوم دراسات عليا في النظم السياسية والاقتصادية من مهد إزارة أفريقية جامعة القاهرة واحدة سئين ومن ثم حصلت على الدبلوم الثاني دراسات عليا إدارة عامة وحكم محلي بتقدير امتياز من تجارة كناة سويس بور سعيد بعدها تحكت بيتا مهيجي ماجستير علوم سياسية بتجارة كناة سويس ومن ثم سجلت الماستر ونقشت وبعد كده تأهيلي دكتوراه تجارة كناة سويس إسماعيلية وسجلت ونقشت ومنحت درجة دكتوراه في العلوم السياسية في نوفمبر 2013 من كلية تجارة جامعة كناة سويس بور سعيد وأخيراً وصلنا للدكتوراه يعني مش ممكن يعني كم مشاهدات أنا مش عارفة إزاي يعني وده بجانب أن فيه هنا بقى أنت أمه وبتربي وفيه أعباء تانية ما شاء الله طيب إحنا نرجع للموضوع ده لأنه هو عايز وقفة كم مشاهدات دي بس عايز أقول لكو مش كل دي يعني القصة لسه فيها تفاصيل كتير أنا عارفة كمان أن في الوظائف أنت تنقلت من وظيفة للتانية ومن نوع وظيفة لنوع تاني خالص فندي برضو فكرة المشاهد بالزبط يا فعندب أنا نشأت طبعا محاسبة كخريجة تجارة عين شمس وفي البداية خالص من 1988 بعد عقب التخرج مباشرة كنت في أحد البنوك الأجنبية ومن سما بعد كده كان عندي حلم جميل لأن أنا ألطحك بالسلك الدبلوماسي المصري من كتر حبي في العلوم السياسية اللي أنا ترجمته بعد كده في الدرجات العلمية المتخصصة وفعلا عدت فترة في سلك الإداري بالخارجية المصرية وكان آخر حاجة بقاها بيت أستثمر اللغات الأجنبية التي أجدها فكنت في أحد الشركات الأجنبية المتصلة بالنفس مجال الإنشاءات وأخيرا ذهبت إلى أحد شركات قطاع الأعمال العام منذ 28 تقريبا لحد النهاردة دي آخر وظيفة ذكرت في كلامك أنك في عدة لغات كمان طب نعرفها بسرعة كم لغة والله أنا أجيد الإنجليزية والعربية وبعدين الفرنسية من خلال مدارس الأجنبية كنت فيها وخلال دراستي بالولايات المتحدة الأمريكية أن الوالد الحقيقي كان رحمه أبطان ربان أعلي بحار وكان مهتم جدا جدا بالنحية العلمية أنا على فكرة فيه سؤال دايما ببدأ به لكن السيرة الزاتية هنا كانت لازم أعف عندها الشهادات والوظائف المتعددة فأجلت السؤال وهو الأسرة كونت إزاي أو أحمد البطل الجميل الرياضي اللي شاتين قدامنا لكل طموح يعني الأسرة كونت البداية البداية فندم أنا طبعا اتعرفت على والد أحمد الحقيقة هو كان ارتباط يعني زي ما بيقوله جواز صالونات الحقيقة يعني تقدم لها هو ضابط شرطة عميد حاليا في الداخلية الخدمة رجل عظيم بدليل أنه أجب أحمد وإكترنت به الحقيقة وتاب معاني كتير وأسس هذه الأسرة لنكحة اتعرفته إزاي؟ البداية أنا بحب بعرف البداية والله أنا هقول حضرتك أنه كان فيه صديقة والدتي يعني وكانت يعني جارة لهذه الأسرة الكريمة وعرفتنا بعميد عمر عمر جائي الشافعي والتقينا في نادي الشرطة كان منصبه سابق يعني في الأندية والفنادق واتعرفناه يعني قابلته سأتبر صالونات جواز صالونات طب على ذكر جواز صالونات بقى اسمحوا لي بدعوكي أنت وأحمد والمشاهدين أن هما يتابع معنا تقرير ونرجع نتكلم في حاجة مهمة جدا جواز الصالونات اللي احنا على فكرة رجعناه له تاني الزهر نشوف مع بعض لا جواز الحب لا جواز العائلة يعني تكون عائلتي تعرف عائلتي لا جواز الحب في النهاية أصلا يعني حتى لو فيه أي مشكلة الحب يخلي الإنسان يغفر لأي حاجة دي حاجة أنا شايفة أن هي ما ينفعش تستمر الحياة من غيرها لازم يقفطش لازم يبقى فيه كيميا ما بيننا كيزا زي ما بيقول جواز الحب يعني قادر القلب يخدع بين آدم أرجح أن يكون القلب مع العقل إنتعي أنا قوة أسلا جواز الحب هو أي جواز لازم أن يتبني بحب عشان العلاقة تكمل لازم أن يبقى في حب ما بينه وما الأتنين شفت مراتي لأول مرة روحت لها قلت لها أنا عايز أتجوزك طبعا كان فيه خوف المهمة تم الجواز لحق أن تم الجواز واستمر 26 سنة لحد ما توفت وبدون أي مشاكل بيننا نرجع كاني نقول أن حضرتك جوازي جواز سالونات بتأيدي فكرة جواز سالونات بالوقت؟ أقيده أقيده لأنه بياخد شكل رسمي أكتر بيبقى فيه ضمانات لهذا الارتباط جدية أكثر جدية فأنا مع هذا الاتجاه طب أحمد الجيل الجديد ممكن تتجوز جوازة زي بتاعة ماما وبابا؟ لا بصراحة ما تحبش؟ لا على فكرة الجيل الجديد فيه منه كتير رجع تاني جواز السالونات في البنات أكتر يمكن من الولاد بس والولاد برضو بتبقى أراء يعني على حسب مش بتتبع الجيل يعني بتبقى أعتبر شخصية الواحد يعني على حسب يعني مش فرق سنة أو أي حاجة ممكن حد في سنة يكون عايز يجوز واحدة من غير ما يعرف شخصيتها وزي جواز يعني السالونات وكل حاجة وعارف بس إن هي بتشتغل إيه وتخرجت من إيه وأهلها إيه بس وخلاص وياكتفي بكده أنا لأ طيب هنا حضرتك الجوزي جواز السالونات ما دامش يمكن كتير لكن دام سنوات أثمر عن أحمد رغم الانفصال بتتكلمي بمنتهى التحضر عنه بتتهى الود والصدقة ودي نقطة برضو هنقف عندها بس أنا عايزة أقف الأول عن عند إزاي التوفيق إزاي بين إن كنتي واحدة متجوزة في طفل وبتشتغلي وبتدرسي يعني الدنيا مسحومة عندك الحقيقة يا فندم بالتنظيم بالتنظيم تنظيم الوقت ما فيش أنا يعني ما بعترفش بديء الوقت هي العبرة دايما بتنظيم الوقت وتحديد الأولويات يعني أنا عندي ابني قبلية الحقيقة يعني كان نوبر ون أحمد بعدين نزاد بعدين أي حاجة تانية الأولويات عندي زي مؤقت الحضراتك كانت أحمد الأول يعني إيه أحمد للأولويات؟ ما إحنا بنقول الجملة دي كتير لكن مش أي حد بيقف عندها ويقول يعني حتى لو حتفقدي وظيفتك أو مش هتكملي دراسات عليا عشان أحمد محتاج حاجة هتختاري إنك تقضي جنب أحمد مش فهم يعني إيه الأولويات؟ أرد على حضراتك هو لا طبعا هو شغلي بالأصل لأن أنا بصرف على ابني منه من خلاله يعني ده بيمثل الدخل الرئيسي أنا كنت حريصة عليه بس مش على حساب مصلحة الولد يعني لو المدرسة كانت عايزيني يعني اجتماع أولياء أمور المتابعة في الدروس الخصوصية متابعة الرياضة لأنه طبعا في النشاط الرياضي من زمان قوي من بيبي كلاس كمان إحنا لقنا عضاء في نادي الصيد واهتميت جدا جدا بهذه النواحي بس حتت في اعتباري إن العمل هو الأصل يعني هو الدخل وبيمثل الدخل فالحمد لله ربنا وفقني جايز ده كان على حساب عدم إيجاد وقت للترفيه تقريبا يعني بس ده ما يمناشك نقول كان على حساب الجواز طيب الزوج ولا الزوج منا كان موقع الزوج الحقيقة وزي ما حضرتك عارفها طبيعي التعامل زعب الشرطة بتبقى صعبة شوية يعني هو على طول مجغول وأنا كمان مجغولة فكنا نادرا ما نلتقل الحقيقة يعني هي الظروف الحياة وضغوط المعيشة إن كل واحد يعني في مجال مختلف ربما فيه ستات ضبيطات شرطة بس أنا ما كنت اشتبه أن ضبيط شرطة فهو كان الحقيقة اهتماماته كلها في عمله لأنه هو ناجح حتى الان وصل يعني هو كان عنده طموح وناجح جدا حضرتك عندك طموح وناجحة جدا بتتقابله وليل نقول إن الطموح هنا عمل اهتزاس العلاقة بداية شرخ للعلاقة قدل الانتصال بعدها هو سيادتك مفيش الحمد لله للمك حد النهاردة شرخة في العلاقة احنا أصدقاء في النهاية ولكن الوقت كان ديق جدا يعني هو مقدر ظروفي وأنا مقدرة ظروف مش عارفين نلتقي حقيقي وضغوط الحياة وانا يعني كان كنت مصرة أكمل الدرسات العلاقة أنا عارفة كمان إن الدكتورة نوزاد لما بكلمك عنها وبقول إنها سيدة استثنائية في القوة في النجاح في الإصرار عن نجاح والإرادة مش بقول كلام يعني برامج لا دي حقيقة لأن أنا عرف إن أنت مريتي بظروف استثنائية ومرتي بحادثة ندتي منها يعني بصعوبة وثبت أثر في إيد حضرتك بالضبط يا فندي بالنسبة برضو لهذا الحادث يعني هو وقع في 8 يناير 2001 أنا لن أنسى هذا التاريخ الحصل إنه كان إصابة عمل أنا مكتبي في وسط البلد الحقيقة لكن كان عندي مأمورية تبع ورش هذه المؤسسة في طريق القاهرة بنها والصعب كمان إنه كان صادف في هذا اليوم معا التطعيم ابني وحين ذلك كان لسه طفل صغير فكان لازم أستحبق معايا بالصدفة في هذا اليوم عشان يتطعب بس الحمد لله هو نجا كان كار كراش عربية حادث تصادم حادث تصادم كان فيه عربيتين نقلب بمقطورة يعني ضغطوا على العربية اللي أنا كنت ركباها في شابورة كان جو شابورة والسواء بتاعي توفى رحمه الله أنا فقط ادراه لي مين بالكامل والحقيقة اتعليكت في الخارج لأن الإصابة كانت إصابة عمل والحمد لله عادت مدة كبيرة حوالي سنة ونص الإصابات دي العلاج منها دايما بيبقى مش عضي بس الأهم العلاج النفسي قدرت تطلعي منها وقدرت تكملي وعلى أحسن ما يكون والله هو أنا أنا كنت في إينس العشبتال أحد المستشفيات مدينة برنفاز وزرق يعني لما عربوا مني علشان يطمئنوا على هذا الجانب فلقوني سابتة الحمد لله مؤمنة واندى قدر وطمنوني على ثلاث نواحي قالوا لي يور برين يور فيس يور بادي الوش والوجه والجسم ما حصل لهمش حاجة فأنا اتمأنيت واعترفت بما حدث لأن الجانب النفسي ساعد فيه مثلا مصابين بيرفضوا إقرار بزير الحقيقة أنا ما نكرتهاش وكان لي أخويا استحبني بس أسبوعين في هذه الرحلة اللاجية وبعدين نزل مصر أنا عادت طبعا الوهدي أكامل اللاجي كان بيقولي ده ويسام على صدرك لأن دي إصابة عمل في سبيل العمل طيب أفهم من كده إن بيقولولك الوجه والجسم والمخ ما تصابوش أكيد فيه تكملة إن لازم الحالة النفسية كمان ما تتصابش ده اللي أنا فهمته يعني دي لا تقل أهمية يعني بالضبط فهنا شخصيتك بقى اللي لعب الدور والإرادة والإيمان نقولت ده؟ بالضبط يا فندم أنا زي ما قلت لحضرتك مؤمنة جدا وبحمد ربنا إن الإصابة نتجت يعني عنده بس ما نتجتش على مساوى أخرى بالنسبة للجانب النفسي يعني أنا كنت هادئة الحقيقة طبعا في الأول ما كنتش مصدقة يعني ما اقتنعتش فترة الديناين أو الإنكار يعني في الأول اللي بيمر بيها مش I not deny but I didn't believe it in the first moment وشوية شوية اللي بي البروستيزز أو الأجهزة التعودية أقدر إن أنا أعيش حياتي بشكل طبيعي وده اللي حصل ده اللي حصل الحمد لله يعني أنا كنت رايت هندد بكتب إيدي لمين اتعلمت أكتب إيدي هنا بقى الإرادة يعني من أول إن أنت علمت نفسك تكتبي بإيدك الشمال لإن تكملت استكملت حياتك مش حياة عادية حياة كتب مليئة بالنجاح والانتصار والدكتوراه أنت حصلت على الدكتوراه بعد الحدثة بعد الماستر والPHG بعد الحدثة الماستر والماجستير والدكتوراه بعد الحدثة استأنفتي إمتى على طول بعدها بدأتي دراسة وابنت كان وضعي واسمحيلي قبل الإجابة دي أحمد إنت لم تسمع حكاية ماما يعني رغم الحدثة ورغم الظروف دي كلها إلا أن ماما رجعت وذكرت واشتغلت ومش أي شغل يعني تقول إيه تعلم إيه أتعلم طبعا أن بيبقى في نفسه حاجة يعني بيعملها بيبقى اللي عنده إرادة مهما كانت ظروفه بيقدر يعمل اللي هو عايزه الإرادة هنا مهمة قوي يعني الناس كتير قوي في الموقف ده ممكن تكتائب وممكن ما تعرفش تحقق النجاح أو أي حاجة وتبطل كمان شغل لكن لا تبطل حياة أصلا يعني تبطل تعيش لكن ماما عملت العكس آه يعني كتير قوي ورده بأخذ قدوة في الموضوع ده وكمان يعني أنا الصراحة عمري ما حسيت أن هي فقط تدرحها اي أنا عارفة أن رسالة الدكتوراه بتاعتك كان لها عنوان يعني شايق جدا اسمه مستقبل لعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي بس أب ده حقي هو شرح نفسه تقريبا لكن حضرتك بدأت تتكلمي في قضية متنبطه ناقش دلوقتي يعني وسخينة جدا قضية سخينة جدا أنا اشتغلها في 2013 حضرتك كان لك عندك بعض نظر فضل هو يعني أنا بصيت للمستقبل إحنا زمان شوية من حوالي عشر سنين خمستاشر سنة أو أمكان أكتر كان عندنا قطبين قطبين التحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية بعد كده بقينا شبه القطب الواحد الولايات المتحدة الأمريكية بعد كده اتجاهنا إلى تعدد الأقطب متمثل في الولايات المتحدة الأمريكية أيضا والاتحاد الأوروبي أنا بصيت للمستقبل وأدركت مصلحة الدولة هتبقى فين ومع مين وأنا أعني بمصلحة الدولة ليس فقط مصلحة الدولة ولكن المصالح المتبادلة والمصالح المشتركة التحاد الأوروبي هو المستقبل لكن أنا اخترت كمان عنوان محدد لهذه الرسالة الرسالة العلمية زي ما سياتي بتقولي قط تتحقق في هذه الأسناء ويمكن بالصدفة كان عندنا المفوض الأوروبي مع سياتي رئيس وأنا كنت متابعة الحوار الجميل جدا إن شاء الله اللي يصفر عن نتائج رائعة لأننا عندنا قائد رائع حقيقة ويعني بنعمله تمثال من زمان ومثل أعلى للبشرية مش لجمهورية مصر العربية بس ومحظوذين جدا 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 بهذه القيادة الرائعة وفهم وتفهم طبعا برضو المستقبل فين مش بس المستقبل يا فاندم ولكن في المرحلة الراهنة نحتاج لهذه العلاقات وأنا عايزة أركز على الشق الاقتصادي تحديدا وزي ما قلت بسيارتك الجانب الآخر مستفيد أيضا علاقات متبادلة متوازنة والحمد لله زي ما ذكر أن استقرار مصر بيقادي إلى استقرار منطقة الشرق الأوسط ننتقل بقى من السياسة وبعض النظر اللي كان عندك من 2013 لما يحدث الآن في 2016 وننتقل للرياضة وأحمن وبالتحديد رياضة التجديف وعايز أعرف ليه اختارت الرياضة دي بالتحديد يعني الكرة القدم مثلا هي اللي دايما ملقى عليها الأضواء وهي اللي بتانيل كل الاهتمام أنت ليه التجديف عمري ما عرفت ألعب كرة عمرك حاولت شمت لا حاولت يعني بس ما حبتش قوي يعني الكرة وعرفت طب اختارت ليه بالتحديد عرفت إزاي أنت بتجديف وسمعت عنه إزاي بدأت إزاي الأول لما أنا كنت بلعب بسواحة بعد كده لعبت ووتر بولو لعبت كرة مية كنت فهم أن التجديف عشان بشوف الناس وهي بتقدف وكده هي هتقوي درعاتي وسي مش كده يعني هي بدأت معك كده الفكرة آه هي بدأت معها الفكرة كده تمام فكنت بايت ألعب ووتر بولو والتجديف بس بحيث أن التجديف يقوين نيع في الووتر بولو أي لما بقى عرفت اللعبة وحبتها ليها قوانين يعني كل اللعبة ليها إيه قوانينها إيه أهم يعني قانون أو اتنين مش أقولك كل تفاصيلها يعني مش ساعة السابق مسلا أنا حب أبتدي من البداية يعني هما بيقوا ست مراكب تمام أو القانون مثلا لازم ده معروف طبعا في اللعبات كتير لازم يقول أبسين زاعة بعض السابق بيبتدي زاعة أتنشن بعدين جو لازم طبعا كل واحد يحفظ بيبقى المراكب بحفظ على اللاين بتاحها بحيث لو مثلا حد يكسر على اللاين تاني ده ممكن يضطرد من السابق يعني تبدأوا كلكم من نفس نقطة الانطلاق في نفس التوقيت بالتحديد نبقى جنب بعض تمام نبقى ست مراكب جنب بعض بنبتدي كل واحد مفروض السابق بيبقى عبارة عن ألفين متر الالفين متر دول مفروض أنت تبقى سابت ماشي في اللاين بتاعك مثلا رميت على اللاين تاني يعني حوات ده ممكن تضطرد بره السابق نفترض مثلا هو فيه كرسي كرسي كده بيتحرك عليه يعني في التجديف مشرحه مثلا وقعت من على الكرسي ده السابق ممكن يتعاد أنا عايزة برضو لفت نظري هنا أنت اخترت رياضة جماعية يعني مفيش واحد بيبقى نجم قوي فيها غير رياض أنواع رياضة تانية يعني ميزة التجديف انت لأ انت الفريق هنا هو اللي بيبقى على الدوق ميزة التجديف هي ينفع فردية وينفع جماعية يعني ممكن الواحد يبقى في المركب لوحده وممكن يبقى معه تمانيان واربعة واثنين يبقى في المركب اي حلمك يعني ايه اقصى حلمه ممكن توصل له سواء بقى في الرياضة لو على رياضة التجديف او عموما في حياتك يعني يعني انا اول ما بدأت التجديف ودخلت بحماية السقوي يعني بصراحة عادت اول سنة كنت كويس قوي وشدت حيلي وكن مستوى حلو فيه وكان اللي هي هدف يعني مع مع الوقت بقى ما بقتش عندي نفس يعني الحماس اللي كان في الاول فقدت حماسك اه يعني وقعت يعني فترة كمستوى يعني في تمرين وغيرت فترة كده بس ليه السبب معين يا احمد ولا نخلي دي الفقرة عندنا فقرة كده مفاجأة في الاخر حسألك السؤال ده تاني فيها كامل كلام طيب كامل كلام بس كنت بقول اه ورجعت تاني للحماس مش كده يعني عادت الفترة تقدير يعني عادت سنتين يعني سنتين طيب رجعت للحماس تاني نقول دلوقت يعني بحاول ان شاء الله يعني بحاول اقدي في التمرين على عند ما اقدر ربنا يسهل يعني ان شاء الله طيب هرجع لك يا احمد تاني زي ما قلتلك في فقرة مفاجأة في نهاية الحلقة رجع لك تاني اسألك السؤال ده بس اجي بقى هنا الدكتورة اكيد وتعيد تقييم حاجات كتيرة او امور كتيرة سواء المستوى العام او الخاص عايزة تبدأي بايه عادت تقييم وبعد السفر سواء على المستوى العام لو على الشخصية المصرية لو على مصر لو على وضعنا وموقعنا يعني ايه الفرق معاك بعد السفر والله انا عايزة ابدأ بنقطة اساسية ومهمة جدا 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 الخارج في الخارج المواطنين والمسؤولين بيعمله حساب الوقت العنصر الزمني يعني انا ربيت ابني على ان الوقت مندهب ودايما انه هو صغير كنتم اقوله الوقت كالسيف ان لم تقطعه وقطعك ده مبدأ مهم اوي جدا في الخارج الحقيقة يمكن المواطنين قبل المسؤولين بيعمله حساب الوقت انا مش ضد الترفيه وضد التسلية ان وجد وقت ياني او فراغ ولكن احنا برضو اتعلمنا ان احنا نستثمر حتى ايفن وقت الفراغ من اجل تحقيق اهداف سامية استثمر الوقت هتنتجي صح هتتعلمي صح هتؤدي مزبوط والنقطة التانية برضو ان اكثر طريق بين نقطتين هو الخط المستقيم يعني ليه ليه الانسان ميبقاش مباشر ايه بالزبط المواجهة المواجهة كل ده استفاتي يعني الوقت وقيمة الوقت وقيمة وقت الفراغ كمان زينا تفتت دي أمل الوقت العمل ده دي حاجة مهمة جدا استوقفتني والمواجهة احنا ما عندناش برضو في المقامصريين المواجهة ما عندناش عندنا يمكن بعض مش كل الناس اكيد يعني عدم المباشرة طيب زي ما انا نوهت قبل كده وقلت ان احنا عندنا فقرة جديدة هي فقرة بعنوان الصراحة نعم النهاردة هي فقرة احنا كلنا بنتصارح انت لو عندك سؤالية لازم ارد بصراحة عندكم السعدات لها بس لازم نكلم بصراحة احمد تمام طيب اسمحونا ان احنا نخرج لفاصل ونرجع على طول نسأل اسئلة جريئة والردود لازم تبقى اجرأ في منتهى الصراحة اولا اولا اساسي اول نقطة نحط عليها مليون شرطة تحتها هي منشأ البيت نفسه نشأة البيت نفسه العصاب البيت نفسه اللي هو الاب والام بينموا التفل من سن الولادة من سن معين من اول كده ما بيبتدي يحبي وبتدي يقدر ينمي كدراته ويقدر يعرفه الرقابة ممكن تكون صارمة وتجيب مفعولة عكسي لازم الواحد ينزل لسنهم وتصرفتهم ولازم يصحبهم نفس الوقت الصغير لازم ندخل قيم دينية كتير زي احترام الكبير زي نحن نخلي الرفرنس بتاعنا الدين يعني اللي هو ده صح يعني من الصح وغلط في حرام والحلال في المراقة الشباب يلاقي نفسه فجأة يعني نضوك في كل حاجة اهلا بيكم مرة تانية ودلوقتي جينا لفقرة الصراحة بصراحة يا احمد لما قلت ان انا حصل عندي دروب شوية وعدم اهتمام وعدم حماس للعبة الرياضة احنا النهاردة بنتكلم على بالتحديد فترة المراهقة وعايزين نتكلم عنها بمنتهى الصراحة نقول ايه نقول ايه السبب اللي خلاك مرة واحدة كده تحس ان انت لأ خلاص مش مهتم بالرياضة وقعدت السنتين كده هو مش بالزبط ان انا يعني انا لفترة السنتين دول مش معنا انا بطلتهم لأ انا كنت بلعب وبلعب اللاب عشان انا عمتا بحب الرياضة اما انا كمسلا كنت عايز احدد هدف ما كانتش قدامي هدف زي ما انا كنت عايز في الاول بس غير كده اللي وقعني بقى اللي هو يعني ما كانش ليه نفس قوي للتمرين يعني ده يعني كنت وحش في الدراسة يعني انا عمتا انا وحش في الدراسة اصلا يعني حسيت ان انت عايز تتم بالدراسة اكتر لا في الحقيقة يعني اه يعني حصل لي يعني مثلا مشكلة مثلا في الدراسة وكده انا اصلا مستوى مش حلو يعني فهده كان ما اثر علي بالذات طبعا ان انا كنت مهتمة بالتمرين بزيادة كان عندك حلم معين في الدراسة ونفسك كنت تتحققه مثلا حسيت انت مش قادر تتحققه لا انا كان اهتمامي بالريضة اكتر بسراحة يعني يعني اذا الموضوع هنا مش انك امكانياتك بتعوقك لا هو عدم اهتمامك هو اللي كان اعاقة ليك ماما انت مش تبقى معايا انا هو بس حسياتك اخيتي مالك هو اشهر انه فعلا كان بيتضرب ومازال مرتين في اليوم مرة في الفجر ومرة بعد الدور وهو على فكرة مش انا مش عارفة ليه بيقول مش كويس في دراسة لا هو ساعات زي كل شباب ما بيحبش يذاكر يعني هي المذاكرة ولكن الحمد لله لما بيذاكر لانه ذكي جدا يعني كان علمي علوم وبيكتهد يعني لو حب يوصل لده بيوصله واختار التخصص اللي بيحبه التخصص الجامعي يعني اختار الكلية اللي حينجح فيها اللي هي كلية التربية طيب انا هنا ربطة صراحة برضو بعنوان فقرتنا او موضحها الرئيسي اللي عايز اتكلم فيه بصراحة فترة المراك اللي هو بيمر بيها احمد ولزال احمد 18 سنة 18 سنة خلاص لا لسه عندنا 18 و19 كل التين التين ايج فيعني اه فعنده 18 وفي نهايتها يعني في نهاية المرحلة نهاية المرحلة فنقول ايه بقى نقول فترة المراك اللي هعامل في احمد لا ارد على حضرتك هو الحمد لله احمد نشأ عقلاني جدا وعملي عملي بدلي انه كان بيلعب وازال طبعا رياضة من زمان من بابي كلاس قبل الكيندر كاردن وعلى فكرة هو نسي يقول انه بطل شطرنج انا عندي دروع في البيت محتفظة بيها ومداليات تتير انه كان بيلعب شطرنج يمكن شطرنج وما زال بيغلبني في هذه اللعبة دي معلومة مهمة يا حفد يعني انت كده رياضة عقلية ورياضة جسمانية انت شغلت عقلك وجسمك طبعا يعني اه كنت وانا صغير بس دي عشان ايه ما قعدتش فترة طويلة كنتش بلعب اي حاجة خلص كنت بلعب شطرنج بس بس وكتنا ومجموعة كده في نادي الصيد يعني كنا بنلعب ولما دخلت كانت اول بطولة ليا وجبت تاني جمهورية طب احمد انا حاسة ان فيه هنا مشكلة حصلت لك وقفتك رجعتك لورا احنا قلنا دي فكرة صراحة يعني لازم نتكلم ايه دي رجعني لورا فيه انت كنت بطل في الشطرنج بطل في التجديف وقفت عن التمرينات ما بقيتش زي الاول وفي الشطرنج كنت باجئ قوي بس الشطرنج ده الكلام ده وانا مسلا ده انا كنت صغير جدا ايام انا كنت بلعب سباحة يعني كان سني سبعة سنين سبعة سنين لا مش قوي كان طب يعني نقول ان فترة المراهقة عدت عادي جدا ما فيهاش مشاكل خالص اه يعني ما فيش مشكلة حصلت لي اه طبعا مريت بتجارب واحشة بس يعني لا ما اتجهتش يعني لا اي حاجة ماما شكلا عايز تقول حاجة انا عايز اقول حل ثقة وكان وكنت بقى عجب جدا بتعبيراته بقول لي انا مسؤول في مثل هذه السن صغير انا بقى مش عشان ابني دي حقيقة يعني انا بقى وشيت بذكاؤه يعني يعني لو بزل مجهود صغير اوي زيني زي ما حضرتك بتقولي كان ممكن لو هو عايز اتجاه علمي اكتر يطلع الاولى الجمهورية يعني هو بيذكر الحضرتك بباتي استاذا ان جاب مراكز في البطولة في البطولة رياضة زهنية ورياضة البدنية فكل دا كان بيجب اي شيء تاني يعني فترة المراقة عدت عليكم بالسلام مفيش المشاكل العادية اللي بنسمع عنها ومفيش بس هو قال انا مريت بتجرب صعبة اه طبعا ايامة عزم علي طب ينفع هدينت يعني لانتاز فرصة تيبقى للشباب ان هو يستفيد تحكي لنا حاجة معينة حاجة معينة اه مرت عليك وبتندم عليها ولما كبرت بقى وقلت يعني مرت عليك فترة المراقة اه يعني مثلا اه اه يعني دا اللي بيحصل لكل الناس يعني طبيعي يعني مثلا عندي ناس صحابي او ناس يعني يعرفها اللي بيشربوا سجاير وكده ميامة عزم عليها يعني وفيه اللي اكتر من سجاير الشباب معروف في المرحلة دي كله بيعايز يجرب ايه الجديد اي حاجة جديدة اه بس يعني هو انا فيه حاجة اهلي الصراحة مامتي وجدتي وكل الناس اللي كنت بقبلهم فأهلي يعني كان دايما بيعودوني سجاير لا سجاير لا سجاير لا عمري عمري ما فكرت لا يعني يعني دايما كان نصيحة سجاير والرياضة سعدتك اه وغير كده انا كنت بحب الرياضة يعني كمان كنت بقى بيعني رياضة من ونص صغير وكده بس بحب دايما ان انا بقى رياضي اكتر من اتجاه من اتجاه طيب احمد ليه دايما في سنكو اصحابكو بيبقوا اقرب ليكو مننا من اهلكو من الام حتى لو الام انسانة متفتحة وصديقة وعقلية لكن انتو بتختاروا اصحابكو تقولونهم اصراركو تبقوا تتكلموا ما بتبقوا شخصية تانية اصلا معا لا هو مش ضروري كل الناس على حسب يعني وعلى حسب الام ذات نفسها بس دايما يعني لما اي حد بيروح للصاحب بيحكي له عن اهله بيبقى عشان هو عارق هو فهمه فهم يعني هو هيفهم عقليته غير الام او الاب بتكسف ان انت تبين الاجزاء الضلمة اللي فيك او السيئة او نقطة الضعف قدام ماما او بابا لا مش بتكسف يعني ماما صاحبة يعني مش بتكسف منها لا لا مش بتكسف ان انا مثلا اقولها على عيب فيها او حاجة غلط عملتها واي حاجة يعني حاجة متوقع يعني مش ملايك معلش اجيلك انت بقى الدكتورة النزال ازاي وصلت لكده ان هو يبقى صاحبه صديقه متكسفش ان هو يبين نقطة ضعف قدامك او سلبياته لانه الحمد لله يكاد يكون لا يخطأ يكاد يكون لا يخطأ وان خطأ فهو خطأ غير مقصود فبيعترف به محدش معصوم الخطأ احنا بشر في النهاية يعني ولكن الحمد لله فيه مجمل الامور دقيق صريح منضبط ومسؤول زي ما بقوله على نفسه ايه برده عشي بقى صريح ايوه احنا عايزين الصراحة دي بقى اه ايه اقول لي فيه حاجات ممكن ما اروحش احكي لها مامور يعني حاجات مثلا هي ممكن تتدايق مني تقول لي ازاي حصل ايه كده عشان ما تضايقهاش اه ما تزعلش علي بس حاجات مثلا ايان كان غلط يعني شفتي اعترافة هو اول مرة اعرف احنا مهمة برنامجنا نسمعك الحاجات اللي اول مرة تعرفي بس دي حاجة ايجابية وظاهرة صحية انه نعترف اعتراف زي ده على فكرة ده حقيق وما ينفعش تكون الصورة المثالية قوي حتى مش هنكون مقنعين للمشاهد ما ينفعش ولد في سنه يبقى مثالي قوي كده اعرفي انه لازم هيبقى فيه حاجة غلط حاجة انت متعرفيهاش فكده الصورة وقعية اكتر اوقع يعني لا مثلا بس فيه لحظة مني بكتير يعني انا عارف ناس يعني متوسط لازم حد يبقى غلط غير بقى دايما بيبقى الناس مقفولة عليها يعني مش سوشيال مش بتعرف تتعمل مع الناس طيب عايز اسألكو سؤال انتو لما بتجتمعوا مع بعض في البيت ومش عارفة ده كتير بيخصل ولا قليل مع الانشغالات اللي انا شايفاها دي لكن ايه اكتر حاجة تحبوا انتو تتجمعوا وتشوفوها وتتفرجوا عليها بحب بتفرج على بطولة لابني الحقيقة خصوصا ان بفضل والده بيجيب ارقام المتقدمة جدا في اي بطولة رياضية بدخلها يمكن استفاد بالحافظ الرياضي في مجموعة النوائي العام الحقيقة لانه متقدم جدا في البطولات بنحب نتجمع في دي على المستوى السوني وهو لسه من قريب كنا نادي الصيد غلبني في الفنشطرانج اللعبة الجميلة بتاعيتنا نجيب نتجمع تاني اي جهة بتجمعنا ايو طيب المشاهد العادية يعني بعيد عن بطولات احمد الدراما لو في دراما معين لو في مصرحية لو في عمل درامي معين بتحبه لو اجنية حتى تحبوا تسمعوها عشان نعرضها لكل وقت مش عارف انا يمكن عشان دايما وقتي دايق قوي ممكن اسمعوها بس وانا بادي عمل طب احمد انا يعني لا انا دايما بحب اسمعوها غيني اغين او قديمة ولا جديدة لا جديدة بفضل الله باسمعو انترناشنال باسمعو انجليش يعني اكتر من العربي والعربي لو سمعت عربي باسمعو عربي باسمعو عربي باسمعو عمريدي باسمعو عمريدي او مثلا في حاجات تعجبني لعبد الحليم برضو باسمعو عبد الحليم يعني لو وزعنا حاجة لعبد الحليم بتبقى مقصود وانت بتفرج عليها اه بقى مقصود طيب خلاص نشوف مع بعض ونسمع مع بعض مقصود 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 تم Ps